من سعوا في غزو العراق وتدميره وجاءوا بعملية سياسية غير وطنية يرفعون منذ عشرين عاماً شعارات الإصلاح وكلما جاءت حكومة كررت ذات الوعود وإذا بها تغرق العراق بالفساد أكثر فأكثر حتى وصل إلى ما هو عليه من انهيار شبه تام للمؤسسات بفعل الفساد الذي نخرها إلى أن وصل جذورها وحينما يطلق بشعار الإصلاح يقصد به النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية وأول من قال جئنا بالإصلاح هو نور المالكي إلا أنه مهد الطريق لنفوذ الميليشيات من خلال إنشاء مجموعات أمنية تابعة له وعزف على الوتر الطائفي وأدخل البلاد في فوضى أمنية كما أنه هي القاعدة العامة لسرقة المال العام وهندس عملية المحاصصة الطائفية حيدر العبادي حمل شعار الإصلاح كذلك وفي عهده ازدادت الصراعات الحزبية وكثرت الأياد الناهبة لثروة البلاد ونشأت فوضى كتل وأحزاب أدت إلى شل الحركة البرلمانية عادل عبد المهدي وفي محاولة لإيجاد شعار إصلاح مختلف تعهد بإنشاء حكومة التكنقراط من خلال استقبال طالبات المناصب عبر بوابة الكترونية لكن في النهاية لم ينفذ من هذه البوابة إلا من هو محسوب على الأحزاب والميليشيات استمرت الشعارة الأهمية في عهد مصطفى القاظم وأطلق ورقته البيضاء فإذا بالأحزاب تحولها إلى سوداء بسبب تفاقم الفساد ووصول الدولة إلى حافة الانهيار مكافحة الفساد الإداري والمالي وكأن الشعب العراقي لم يمل من هذه الوعود الوهمية حتى كررها السوداني ولم يكن أفضل من سابقيه من ناحية غياب الإرادة الوطنية وسوء التخطيط والإدارة إنقاذ العراق أصبح مستحيلاً دون تغيير الطبقة الحاكمة أما قول برهم صالح إن النظام الحالي قد انتهى إلا دليل اعتراف صريح جاء من أحد أركان هذه العملية السياسية